السائر رضا كيف حالكم ان شاء الله يا رب كلكم طيبين اليوم قبت لكم طريقة تقطيع الكرومب او الملفوف او زي نحنا بنقوله بعدا كوبيش او كوبيش هو اساسا هو نطق بالانجليزي بس نحنا ننطقك رعواك قليل في عدن واليوم الطريقة الصحيحة والتقليدية لتقطيع الملفوف او الكرومب شوفوا اول حاجة قبت الملفوفة هادي اني قبتها تقريبا صغيرة ما كانتش كتير كبيرة تحسوها خفيفة بس فيها اوراق اول حاجة حاولوا انكم تبعدوا القدع حقا كل ما تبعدوا اذا حسيتوا اني الاوراق تتفكك فكوها لانه دي الطريقة الصحيحة لاما الان اخترعوا طرق كتير لكن اني مهما عملت الطرق هادي القديدة والمريحة هي فعلا مريحة ارجع لهذه الطريقة لازم استخدمه اني بالعادة استخدم نفس كده اقطع الكرومب خلاص شوفوا فكفكته وبعدت القدع تبعه الان اش بسويه بجمع كل يعني الاحجام المتساوية مع بعض كل حجم بجمعه مع بعض يعني الكبير مع بعض الوسط مع بعض والصغير مع بعض هنا قبت ماء مغلي وحطت له كمون يعني ملعقة صغيرة كمون وزيت هادي طريقتي او طريقة امي الله يرحمه اللي علمتني كيف اعمال الكرومب الان بعد ما صفيته كده شطفت الكرومب بابدأ ايش اجيب او الاوراق الكبيرة بابدأ بالاوراق الكبيرة بابدأ اغليها لما اشوف كيف اشوف لانت او رطبات كده تحسون انه خلاص دبلات الاوراق كيف بتعرفون انه دبلات القدع اللي بالوسط هذا اللي يجي سميك ينعطف من غير ما ينتكسر تحسون انه طراء يعني لما تقولوا تعطفوه بنعطف معاكم من غير ما يتكسر الطرف حقه اللي بالوسط قلب الكرومب يسموه خلاص اذا شفتوه زي كده خلاص خرقوه وطلعوه وحطوه بصفايا طبعا ليش انا اعمل الكمون والزيت طب الكمون تعرفوا الكرومب يعني ينفخ البطن والكمون يقلل من هادا الشي غير كده ينكه الكرومب او ريحته تجي قوية يعني الكمون حلو مع الكرومب او الملفوف وكمان الزيت كمادة حافظة لاني افرزنه بالفريزر شوفوا خلاص هنا حطاته بالصفايا كل الاحجام حاولوا انكم ترتبوه انتبهوا تغلطوا لانه بعين بتتعبوا بالتقطيع خلو شغلكم منظم ومرتب عشان متتعبوش خلاص كل الاحجام اخليه مع بعض الان الصغير خليته مع بعض شوفوا كيف زي كده لما يدبل اطلعه عادي بتشوفوا بعدين كيف بقطعه بطريقة حلوة خلاص الان كملت سلق الكرومب الان باجيب كل القطاع اللي زي بعض شوفوا نفس الاحجام احطه على بعض انا احط 3 حبات كل 3 حبات فوق بعض وابدأ ايش ارتبه وابدأ ابعد القلب حق الكرومب شوفوا كيف بعدت هذا القدع او ايش سمونه مش عارف ايش سمونه سمونه القلب خلاص ولفه كده رول وابدأ اقطع الحجم اللي اشتي طوله الكرومبه الصباع او طول صبع الملفوف المحشي ايش زي ايش تشتنوا انا خليه زي طول صباعي يعني او خلاص شوفوا كيف قطعت النفس كده بعيد القلب شوفوا ابدأ اعدله لو في زوايد كده يعني سميكة ابعدوها بعد كده الفين متر الرول او سطواني كده وابدأ اقطعه بالحجم اللي احبه الحجم اللي يناسبكم انا قطعته قطعتين هذا الوسط شوفوا ده الحجم الوسط بتشوفون استخدام الحجم الكبير اقطعه 3 قطع هذا طول الصباع كيف تشتطوا يعني طول العرض الصباع كده تقطعوها اما كبيرة عرض الصباع طويل اما صغير او اصغر ممكن تصغروا اصغر من كده بعضهم حبو انه صغير وكده واجبت كل ثلاث حبات متساوية الحجم احطه مع بعض اللي ده في حبتين متساوية والباقي ده عملوا حبتين المهم عشان يعني ما يغلبكم مش ما تتعبوش في انكم ما تقطعوا هادي الطريقة جدا تسهل لكم صح انه تحسوا انه صعبة من زي الطريقة اللي نزلت لكم ياتي من قبل بس صراحة يعني اني احبت الطريقة خلاص تعودت عليها وشوفوا ابعد الزوايد ابعدة بس ما ارميهاش تستخدمونه في الاكل في الماكرونة تقدروا تستخدموها بكوشنا مع الرز اشياء كتير تقدروا تستخدموا الباقي اللي يبقى من المحشي كمان بقولكم حاجة بتشوفوا الاخر فيديو كيف بعمل فيها الزوايد اش بسوي في بي بتشوف انك جدا حلو هناك كده قطعته هدا كمان وسط حتى الكبير بقطعه ثلاثة تقريبا الكبير بتشوفوا ما شاء الله هنا رقاسة ارويكم كيف الحبات يعني ارتبه هذا اليوم اني توفقت بورقة المحشي او الكرومبة كامل كانت جدا حلوة صراحة بقولوكم يا مسكرة ولديدة وتحسنها حلوة واني بدنزلكم ان شاء الله طريقة الكرومب شوفوا هنا الكبير قطعته ثلاثة الاوراق الكبيرة شوفوا كيف رديه الاوراق الكبيرة ولا ارمي حاجة كل الكرومبة خرقه ما ارميش ولا شي كله حتى القلب هدا قلت لكم احافظه طبعا بقولوكم اذا وصلتوا لا هنا لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحل منكم وابدا ما تنسوش انكم تشاركوا الفيديو مع اهلكم واصحابكم عشان يستفيدوا هنا ما شاء الله ثلاثة وما شاء الله برويكم الان بفتحلكم هنا الصغير شوفوا الصغير كيف خلاص ورقتين بقطعوا الصغير يعني بيقيري الصغير حق صباعين محشي عادي طبعا دي الكرومب اللي معايا هي صغيرة بصراحة بالصراحة كانت توفقت في بيكانت كتير حلوة طعم مسكر وحلو وخلاص اشوفوا بعد تبع القلب هنا الصغير شوفوا كيف اقطع القلب طبعا اللي يكون كتير صغير يعني انتم بتشوفوا في هذا لا بقشط القلب شوفتوا كيف رفعت القلب خلاص شوفوا كيف ارفعه القلب ارفعه ما خليهوش يعني ما اقطعوش لانه كتير صغيرة وهنا ما شاء الله عندي كمان اكبر من الصغير بشوية كمان بيقي لي حق كده يعني عرض الصباع واحد معا قدرش اقطعوه يعني ما بقدرش اقطعوه اثنين شوفوا كيف الا لو اشتيوه صغير والان برويكم كيف رفعه كيف الكرومب كيف افتحه مثل الشريط هنا بعاج الزوايد والزوايد قطقهم مرميهاش خلاص هنا لميتهم كامل خلاص خلصت كامل التقطيع شكرا على اللي شاهد له هنا انتم فعلا صبورين بجد يعني شوفوا كيف لما فتحته الان بفتحه رويكم كيف اقطعه شوفوا ما شاء الله خلاص ببدأ باشتغل واقطع اكون احشي يعني تقدروا تحشوها بس اني بفرزني بحطه بالفريزر طبعا اني احب دايما يعني اجيب كرومب وحطه يعني كده الورق الكرومب احطه فرزلي بالفريزر وقت ما احب كده اعملي دقاج جامبو ما شوي يعني معايا دقاج ما شوي بحط بعمل جامبو ما حشي كرومب وورق عناب زي المصريين انتم قالت ليه دو من عالم ما سافرتي مصر استواطى بخير كله زي زي المصريين هو مش حكاية زي المصريين بس اني تعوت من بيت اهلي يعني احنا نعمل الكوبيش الكرومب كمان نعمل الكوشري نعمل المسقعة نعمل كمان الطاقن البامية ليش والله لانه ابي عاش ودرس في مصر يعني عاش طفولته ودرس وكده في مصر لما تزوق وكده خلص كان اكله اكتر شيء وميتطبخه زي المصريين اكتر الاكل يعني والاكل المصري صراحة لا يعلى عليه الاكل المصري جدا حلو ولو اني اطبخ زيهم يعني هذا شرف لي صراحة تحية لاصحاب مصر بقد اكلهم لذيذ سواء كان من موالح وحلو وهنا شوفوا الباقي القلب الكرومب والباقي اي حاجة عندي زوايد افرومي فرم ناعم شوفوا زي كده افرومي قطعه شوفوا بعضهم هذي الزوايد اللي تبقى والكمية اللي تبقى والقلب حق الكرومب يخللوها يعملوها مخلل بس اني استخدمها بالمكرونة ارمي مني للمكرونة ارمي لمني في الرز في اشياء كتيرة هذا اليوم كان الفيديو ان شاء الله يكون عقبكم الفيديو واستفدتوا الان بفرزنهم في الفريزر لوقت اني اعملو ووقت الحاجة واذا عملتو اكيد بصورها لكم بصور لكم كمان طريقة حلوة اعمل بالملفوف المقطع الباقي وجدا سهلة بس والله بالعافية لي ولكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم